هنعرف مع بعض إزاي كانت علاقة أم كلسوم بالملك فاروق وكيف أكرمها الملك وأشهر ما غنت له وحنعرف كمان عملت إيه بعد الثورة وكيف انقلبت على الملك فاروق وكيف كانت علاقتها بعبد الناصر وإيه علاقة عبد الناصر بأغنية أنت عمري أم كلسوم كانت علاقتها بالملك فاروق جيدة جدا فأهدت له أغنية يا ليلة العيد أنستينا وأهدت له في عيد ميلاده كمان أغنية إجماعية مصر أظهار الأماني يوم ميلاد الملك ده غير إن الملك فاروق أهداها وسامي الكمال وأصبحت في عهده صاحبة العصمة وبرغم كده إلا إنها لما انقلب الجيش على الملك وحصلت ثورة 23 يوليو أول حاجة عملتها انقلبت معاهم عليه وراحت الإزاعة وكثرت أسطونتها اللي كانت بتتغنى فيها باسم الملك فاروق ودست عليها برجليها وبرغم كده إلا إن جمال عبد الناصر المعادي الأول للعهد الملكي واللي كان بيكره جدا الملك فاروق لم يكني لها أي عداء برغم من علاقتها الطيبة ولا أهل الملك فاروق فاعتبرها صاروا قومية زيها زي الأهرامات والأثر خالدة وباقية فجمال عبد الناصر كان بيقدر الفن وأهله وكان بيرى إن صراعات السياسية والتحول الاجتماعي اللي كان بيطمح لي مش هيتحقق إلا بالروح القوية التي لا يمكن بناؤها إلا بالفن والثقافة ومن هنا بقى جيت أكريمه للفن وأهله أما عن العلاقة الخاصة بين جمال عبد الناصر وأم كلسوم فكان محبا لفنها ومقدرا لشخصها وده اللي وضحه سامي شرف سكرتير مكتب جمال عبد الناصر في مذكراته فقال إن علاقة عبد الناصر بأم كلسوم كانت علاقة قوية جدا فكانت دائمة التردد على منزل عبد الناصر في أي وقت وممكن كمان تروح من غير ما تاخد معايد فكانت بتحب تزوره علشان تاخد رأيه في أي موضوع أو مشكلة تخصها وعلاقتها كانت جاهدة جدا بأسرته أما عن حكاية أغنية أنت عمري وعلاقتها بعبد الناصر فكان عبد الناصر بيتمنى أن يلتقي محمد عبد الوهاب وأم كلسوم في عمل فني باعتبارهما قوامتان فنيتان عاليتان وتحقق الحلم في سنة 64 وخرجت أغنية أنت عمري للنور وبعد ناكسة 67 قدمت أم كلسوم الدعم للمجهود الحربي وكانت بتعمل حفلات في مصر وخارجها لمسادة القوات المسلحة وتكريما لها منحها عبد الناصر باسبور دبلومايثي لتكون سفيرة للبلاد شكلا ومضمونا